الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه يقول سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافرين شرحنا هذا أن الله أوجد الإنسان وخلقه في أحسن صورة وأحسن هيكل لكنه إذا انحرف عن منهج الله إن حطت نفسه وروحه إلى أسفل الدرك وصارت البهائم أعظم منه وأحسن منه وأجمع وأكرم منه حتى يقول سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وقال سبحانه إنهم إلا كنعام بل هم أضلوا سبيلا قال سبحانه بعد استثني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات دائما الثنال الذين آمنوا وعملوا الصالحات يثني الله عليهم أن الله يكون معهم ويناصرهم ويودهم ويدافع عنهم وادخل لهم من الأجر العظيم وأنه يحبهم وأنه سبحانه وتعالى وليهم وحافظهم وأنه لا خوف عليهم ولم يحزنهم ترى الميزان الذين آمنوا وعملوا الصالحات في القرآن لا يطلب ولا يتغير أنهم أحسن صنف لم يذكر الأنساب ولا الأحساب ولا الأموال ولا الألوان إنما الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الأجر إذا كان يعني منكر بالتعظيم وأجر من الذي يعطي الأجر الله تصور وغير ممنون قال العلماء غير مقطوع أجر مستمر دائم في جنات النعيم أجر مدخر عنده أجر أخروي والله المعطي سبحانه وتعالى وغير منقطع في دار خلود فنسأل الله أن يأجرنا وإياكم هنا السؤال فما يكذبك بعد بالدين ماذا يحملك الآن إلى هذه الدرجة بعد الآيات البينات والعظات والمعجزات بعد هذا كله أيها الإنسان كيف تكذب بيوم الدين بيوم الحساب ويوم الجزاء ويوم النقاش عند الله سبحانه وتعالى أليس الذي خلق الخلق سبحانه وأنزل الرسالات وأزل الكتب وأخبر أن هناك يوما آخر أليس هو الصادق جل في علاه يا أخي حتى الفلاسفة غير المسلمين يقول الطنطاوي ينقل عندي كارت يقولني رأيته الحياة المشهد الأول من المسرحية رأيته ظالما ومظلوما وقويا وضعيفا وغالبا ومغلوبا طيب أين المشهد الثاني لأنه لابد منه الذي ينتصر فيه المغلوب وينتقم فيه الضعيف من الذي قهره وغير ذلك قال الطنطاوي هذا اعتراف ضمني أصلا بيوم الآخر لأن العقل هذا قبل النقل يوصلك إلى هذه النتيجة لن تكون كذا بس الحياة يعني أنت تنتهي الدنيا لابد من يوم آخر قال فما يكذبك بعد بعد الآيات والمعجزات والرسالات يا أيها الإنسان لماذا تكذب قال سبحانه أليس الله بيحكم الحاكمين بلى أحكم الحاكمين صلاة مبالغة لله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى سبحانه وتعالى هو جل فيه أحكم الحاكمين والحاكمين من الحكمة أو من من يحكم فهو سبحانه وتعالى أعدل حاكم وهو سبحانه وتعالى في الحكمة أحكم من يحكم بالحكمة وهو حكيم لطيف الخبير بلى هذا التقرير الله أحكم الحاكمين الله أرحم الراحمين الله أعدل العادلين سبحانه وتعالى لا يقاس بين الله وبين خلقه بقياس شمول يستوي طرفه ولا بقياس عموم تستوي أفراده ولكن يقاس بالأولى الله أحكم الحاكمين الله أرحم الراحمين جل في علاه أحكم الحاكمين في حكمه وأمره ونهيه وأحكم الحاكمين في فصله وأحكم الحاكمين في خلقه الحكمة في هذا الكون موجودة لا تتخلف إلا عند الأغبياء يقول فسامح عيونا أطفى الله بنورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي وكثير من الناس أصلا لا يرى الحكمة ولا يبصر لا في الخلق ولا في الأمر ولا في النهي ولا في الشريعة فيتهم الشريعة حتى يقول المتنبي ومن يكوذها فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة ويقول بوصري قد كنت تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الثمو طعم الماء من سكمي السكم في النفوس المريضة في الأرواح الهاوية الخاوية أن تتهم الشريعة أليس الله بحكم الحاكمين أف حكم الجهلية يبغون ومن أحسن الله حكم لكم يوكرون خرجوا ليلة من الليالي وانظروا حكمة الله في السماء هل ترى من فطور في شكهوك في بلوكة متقدمة في بلاطة في الجسر يعني ما هو هذا يقول ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وخاسين كرتين يعني كرة بعد كرة ما قال مرتين يقول حاول خاسئا وهو حسين منقطعا ذليلا خاسئا وترجع إلى بيتك ولا تستطيع تكلم شكرا لكم وإلى اللقاء يا قاصد رحمة الرحمن بالخير ترسمت غريدك أرد مع الناس بالقرآن الله يبارك مقاصدك يا قاصد رحمة الرحمن بالخير ترسمت غريدك غريد مع الناس بالقرآن الله يبارك مقاصدك يصدح لسانك جميل الصوت واللي رسمته من إيدك يبقى لك الخير بعد الموت في كل ذكرى لنا تعيدك تجمع تغاردها للغير تزرع وتجني على قيدك هذاك قلبك يحب الخير بشوق طابة مواعيدك يا قاصد رحمة الرحمن بالخير ترسمت غريدك غريد مع الناس بالقرآن الله يبارك مقاصدك غريد مع الناس بالقرآن الله يبارك مقاصدك